السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال الجميع فيديو ليهم مش حيكون عليه الإفادة والقبولات الجامعية وكيف يجيب وكيف ما يجيب كل غطينا الحمد لله في فيديو مقدرتها 3-4 يام فاتوا رغم أني جتني بعض الأسئلة الغريبة في أسئلة منطقية في أسئلة يعني نوعا ما غريبة شوي واحد من الأسئلة جتني هل نجيب قبول من 300 دولة أم نجيب قبول من 300 جامعة فهو لهذا ولا ذاك هو قبول من جامعة واحدة بشرط طبعا توفر العمر شرط التقدير عن ما تقدلوه حكينا عليه الموضوع هنبوش خشوا فيه من جديد اليوم إن شاء الله بنكمل سلسلة أهم الكلمات اللي مفروض تكون عندك لأي حد خاشة التوفر أو الآيلس ممكن درنا نقرب 33 فيديو في كل فيديو في حدود 10-15 الكلمة فتحكى لـ 300-350 كلمة بالمرادفات متاعها بالسنانمس كيف تجي في كونتكس فحنستمر يعني تلبية لداء الجمهير هلبة الشباب تقول لي يعني ضرورة تكملنا ونبولنا يعني ضرورة تكمل السلسلة فبيدن الله مستمرين اليوم فيديو ليوم مش حيكون كلماتها مش حتكون صعبة هلبة فهو فيديو هيكي فهو فيديو ليوم مش حيكون صعبة هلبة تكمل السلسلة فهو فيديو ليوم مش حيكون صعبة فهو فيديو ليوم مش حيكون صعبة فانيوي أول كلمة ديزاستر عمضة الكل اللي يزبطوها يعرفها ديزاستر اللي هي كارثة أو مصيبة فيه سنانمس ورادفة لها لو ما تستطبيش تستخدم ديزاستر كلمة ديزاستر نوعاً ما شعبية شوي فممكن تستخدم كلمة كتاسترفي اللي هي كارثة أو ممكن تستخدم كلمة كلامتي اللي هي عادة مصيبة طيب فهو تستخدم الادجكتف فتقول فكان موقف كارثي أو يعني لحظة كارثية فانيوي الكلمة التانية فيها نطقين بالبريطاني مفخمة وبالأمريكي نوعاً ما اللي هو الانهيار التليجي ما فيه شي مشكلة أو الانهيار الجليدي اللي يصير في الجبال أو في سفوح الجبال لكن فيه لي يستخدم فها حتى كفغيرتوف سبيتش اللي هو يعني كناية عليه عدد ضخم أو شيء يعني غرقك فتقل تقول بعد ما قدرت الدعاية ديكا في التلفزيون جتني العديد من يعني كم كبير من الرسائر فممكن تستخدمها حتى في كناية عليه العدد الكبير أو هني كنا غرقوك كانت تفكر زمان قلنا كلمة إنه تم إغراقي بشيء معين طيب تسونامي ما فيه مشكلة أو الزلزال وقتها تصير طبعا موجات ضخمة وتكون يعني تديك مشاكل على البلدان الساحلية آخر واحد ما نأخذ فيه ماليزيا أو أندنيسيا طيب هوركين اللي هو الإعصار ما فيه مشكلة هوركين تركز مش لازم تطلع ليه هنا فهوركين هوركين زيته ترنيدو اللي هو الزوبعة هذاك اللي يبدأ فيه زي الضربوط حني نقوله ترنيدو طيب بلاسد بلاسد تعني الشيء الراكح الراكد فديما لما بترمز عليه مياه راكدة حني نقوله في مثلا في ولاد حرك اللي تحريك المياه الراكدة في هذه بلاسد واترز أو بلاسد ليك أو بلاسد ريفر تستخدمها زي ما تبي آآ تقوله ممكن علاش مقولش كويت أو ترانكول نفسها يعني أو كام كام واترز ممكن لكن كلمة أدبية جميلة تجي مع بعضها بلاسد واترز أو بلاسد ليك طيب لاندسكيب المنظر الطبيعي وانت لما تجي ما تنتوه في دم سفح الجبل هذاك المنظر اللي حتشوف يقول له لاندسكيب طيب دادليست جاية من دادلي اللي مميت فتقول دادلي وابن أو دادلي آنمول حيوان يعني دادلي قاتل يمشط أو يمسح أو ينتشر فهو عاد تنكيناي على حاجة سويب ثرو دا 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 نيتشر أو ثرو دا ثرو دا آآ ثرو دا ستريتز وهكذا مثلا تقول مثلا أن انتشر في الوباء طيب شاتر فهي شاتر انك انت تفتر الشي مثلا وهذا عندك مثلا مرشا لو طاحت منك ستشاتر في الاستطفاء حتى على المشاعر أو القلب فانيقول لك يعني طيب 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 عشرة كلمات أو عشرة سنتنس كيف جي الكلمات هذي في سياح فانك ناركت هي مدينة في أمريكا انك ناركت اندى فال اللي هو الخريف الخريف بالبريطاني يقولها آتم والخريف بالأمريكا يقولها فال هذي بعض الفروقات بين الامريكان انجلش والبرتش انجلش فمثلا بعض الفروقات مثلا مشهورة لات الامريكا ومثلا أو اشياء زي هكي في عدة فروقات ما بوش خشو بها طيب السنة الثانية كل ساعدة ساعدة فرناندا كده المال يبحث في ساعدة فخيرها فرناندا كل صبح سبت شاني سويب سويب لانا تاخد الس سويب ستدور في الأسعار الخيصة تمشط أو تمسع طيب ثم ثم ستدور لا احد من الجزء في المياه فأكيد ستكون واحد من الجزء في المياه يعني سماك لطيفة لا توجد مشكلة العلمات السماك في المياه ستكون تيرانا في الأمازون ستكون مستشط ثم ثم لا تقوم الخيصة أو ست ست لانا تخص نشط من الحل السحر الذي ست اللي يقرولك في الطالع اللي هي سقانة شاتر لون تطيحت الكريستل غلاس اللي هي اللي يحبوها مية أو شيء داخل عالة اللي بتخطف الطريقة حتى هنا عندنا في يدمنتن تلقى علامك يقدام حوش يقرالك الكف أو الطالع أو يقرالك اللي يسمون فيهم الزوديا كلها الأبراج طبعا كلام فاضي طيب نمبر 5 فشنو هذا المسؤولة لعدة حيوات كل سنة أكيد الأفلانش فأفلانش يصير عندنا هنا في بي سي برج كولومبيا والبيرتا ديما تلقى ثلاثة أربعة يموتوا في النيار التليجي الجليدي اللي يصير هدى كتلة التليج اللي عندها مفروض ما تدوبش تدوب شوي لكن مفروض لكن هذه نتيجة الغلوبال ورمينج أغلبية الجليسير خاصة فيها لدينا واحد ضخم هنا في بانف يعني شبه قاعد ينقص كل سنة طيب كعلامة على الغلوبال ورمينج أو الغلوبال ورمينج ظاهرة الاحتباس حراري طيب نمبر 6 هل يمكنك أن تسرف 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 لكنه هنا يقصد تسنامي فهل يمكنك أن تسرف تسنامي تسرف 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 هذا يعتبر الكوارد الطبيعية الأرض يعني هناك كوارد طبيعية أخرى مثل مثل فولكينو هذا صار في هواي أو صار في آيسلند عماطقد أو البركان شن في عندك ثاني الفلدس اللي هي الطوفان الفلدس مثل الفلدس صار في كالغري الفايرز الحرائق اللي تسير في كاليفورنيا أو الغابات وهكذا في عدة أمثلة للكوارد الطبيعي ثامن المجاعة الدراث أو الدراث اللي هو الجفاف طيب نمبر 8 The state of Kansas is notorious for having a lot of something فخيرها state of Kansas Notorious مشهورة بشكل سيء من كترة شني التورنيدوس أنا من الولايات الجنوبية عدد southern states فشني a lot of tornadoes طيب نمبر 9 Look at the sunlight shimmering on the something lake فشني تتلألأ أضواء الشمس أو إنعكسات الشمس on the placid lake لا يمكن تتلألأ الشمس على يعني wavy lake فشني placid lake يعني لو تستخدم النoun placidity ليه هدوء أو ركود الشيء طيب When meteorologists اللي هم علماء الأرصاد الجوية When meteorologists name a something they do not use the letters q, u, x, y and z because few names begin with those letters فهنا يحبوا نورد أمريكا خاصة يحبوا يسموا الأعصير باسماء ناس كاترينا أو أخر واحد مايكل وهكذا طيب نجو القطعة وخلاص تم فيديو اليوم طيب Worldwide يعني في أنحاء العالم natural disasters come in all shapes and sizes الكوار الطبيعية جي بأشكال و أحجام مختلفة such as tornadoes hurricanes avalanches and tsunamis each can transform a perfectly placid landscape into shattered worlds of profuse suffering يعني حلوة كلمة profuse يعني profuse suffering يعني سيغط مبالغة لل suffering اللي هو شون اسمه to suffer أنك أنت معاناة كبيرة حيسبب في معاناة كبيرة طيب مثل هوريكان كاترينا هذا اللي صار مكلفيفة الخمسة كاترينا swept through New Orient الولاة الجنوبية هذه in 2005 and killed 1836 people مترولوجيست say hurricane Katrina was one of the five deadliest hurricanes in American history فالشانين علماء الأعصار الجوية قالوا أن العصار كاترينا كان من أعنف خمسة أعصير في التاريخ الأمريكي ممكن نكلفهم يعني billions of dollars فخلاص من هذه الكلمات اليوم سهلات ما فيه مش مشكلة لكن هي مجرد باش حني نتموا الكتاب والكلمات اللي تمشي تمشي ما فيهاش أي مشكلة بارك الله وفيكم جميع المشكورين الفيديوهات كلهم ينزلوا في بلايلست على اليوتيوب مرتبات كلهم من رقم واحد 33 لأنه ممكن هذي حيكون 34 وزيت أوفع بإذن الله مستمرين حنكمله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته